أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أنه طبقا للقانون رقم 39 لسنة 2014 فإنها قامت وبالتنسيق مع سامسوك البطين باستبدال منتج جالكسي نوت 7 بجهاز جديد وذلك بنهاية شهر سبتمبر الجاري ويأتي هذا الأمر استجابة للإعلان مؤخرا حول المشكلة المتعلقة بخلية بطارية هاتف جالكسي نوت 7 وأضافت وزارة التجارة أن شركة سامسونج البطين سوف تقوم باستبدال الهواتف الحالية بهواتف جديدة خلال أسبوعين